أعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث السنوي أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحيان نتناول في حلقة اليوم موضوع جديد بعنوان الهندسة الوراسية أو ما يقارب بالتكنولوجيا الجزائية وعملية الهندسة هي عملية فك وتركيب أطعو لاصق حاجات فيها نوع من التعديلات التي تجرى وستجرى على الجين أو على ما يعرف باسم ال جي اناي في بعض المفاهيم بتبقى متداخلة مع الطلبة يعني يسمع كلمة كروماتين يسمع كلمة كروماتيد يسمع كلمة كروموزوم يسمع كلمة صبغي يسمع كلمة جين يسمع كلمة دي ايه أصبحت متشابهة جامد جداً وفي صعوبة في أن يدرك ايه مدى الفلوك بين هذه الكلمات وبعضها فلما أنا بصيت على أول حاجة النوافية هي مجموعة من الشبكة اللي بتكون فيها الكروموزومات في حالة مفككة نوعاً ما مش مفككة في صورة كروماتين فبيسموها شبكة كروماتينية ولما تبتدي تتكسف قليلاً وتصل إلى شكلها النهائي بتصبح كروموزومات أو باللغة العربية صبغيات والكروموزوم هو كروماتين واحد أو معنا صح جزيء جي ايه واحد ولكن عندما يبدأ في عملية الانقسام يمر على طور بينه فتتضاعف مدته الوراثية الممثلة في الجي ايه فيصبح الكروموزوم اثنين جزيء جي ايه وبالتالي يصبح لكل جزيء جي ايه جسم خاص به بيسموه كروماتين ويتصلان مع السنترمير والسنترمير ما هو إلا تداخل أجزاء من الدي ايه في الجزيئين من عندي اثنين جزيء دي ايه وده ما بيحصلش إلا عندما تقبل الخلية على عملية الانقسام في الطور البيني وبعدين تكون أكثر وضوحاً في التمهيدي والاستواء أما العلاقة ما بين الجين والدي ايه الجين جزء من الدي ايه فالأصل أساساً أن المادة الوراثية عبارة عن جزيء دي ايه وكل جزء من على دي ايه يمثل جين فقد يكون جزء الدي ايه عليه عشر جينات عشرين جين أكتر أو أقل لكن كل جزء دي ايه يوجد عليه عدد من الجينات فقدر أعرف بها أن الجين جزء من جزء الدي ايه وليس كل جزء الدي ايه في بعض التطبيقات اللي بتجيلكوا يقولك أحياناً جين دي ايه بيكون من 150 أو 153 زوب من النيوكلوتيدات لما يقصد هنا جين يعني يقصد تسوي كده قطعة دي ايه خلاص؟ يبقى كلمة جين معناها قطعة دي ايه تحمل تعليمات هذا الجين كمان لما أقول جين أقصد بيه كلا شريطي الدين ايه على الرغم على الرغم أن نسخ الام وار انه بيكون من أحد شريطي الدين ايه وبالتالي يبقى لي طب ما أنا ممكن أعتبر بقى أن الجين عبارة عن شريط اه لكنه هل يوجد في الطبيعة هل يوجد في النواة في سورة شريط هل الدين ايه طالما أنه هو أحد شريطيه يمثل الجين فهل أعتبر بقى أن الدين ايه مفرد اللي جابة لا فلما أتكلم عن كلمة جين يبقى معناها أنا أتكلم على قطعة دي ايه مزدوجة يعمل أحد شريطيها كقالب البناء الام وار اني يبقى خلاص نقضي عشان فيها خلافات بين الطلبة فنحاول نحدد بس النقاط الخلاف ونحاول نعالجها علشان إن شاء الله تبقى الأمور بالنسبة لكم ويساء كمان الرسومات منهتم بيها وكل طالب بيسمعني ما عندوش نسخة من الرسومات يحاول يجيبها من موقع وزارة التربية والتعليم أو يجيبها من المدرسة أو المدرس بتاعه الرسومات اللي انت مطالب بيها إنك ترسمها وإن شاء الله برضو أنا هعرضها في الحلقة القادمة ويتبقى موجودة في الحلقة بحيث أن انت ممكن ترجع لها في أي وقت فيه رسومات انت مطالب بيها ترسمها جوة الورقة الامتحنية فيه رسومات ممكن تجيلك مرسومة جاهزة وتتعرف عليها وتكتب بياناتها فيه رسومات للاطلاع فقط بمعنى أن أنا حطيتها في الكتاب عشان تقدر تستفيد من وجودها ولكن ليست موضع سؤال رأس وليست موضع سؤال لأنا جيبه مرسوم واسألك عليه لأنها عبارة عن رسومات مجردة من البيانات ولكن للتوضيح فقط وعشان كده أنا ما بستخدمهاش كوسيلة من وسائل الامتحان أو أدال الامتحان فده مهم جدا تبقى عارف الكلام إن شاء الله حيكون عندنا عبارة عن تجارب كتير جدا مع امتحانات تجريبية أو اختبارات تجريبية للبوكلت أو ما يشبه ما يسمى بالبوكلت اللي هو مجموعة الأسئلة اللي انت هتنتحانها للخمسة واربين سؤال وإزاي تتضرب على الخمسة واربين سؤال وإزاي تتعامل مع الأسئلة لازم تبقى عارف إن الكراسة بتاعتك هتبقى كراسة ضمن أربع كراسات ألف وبيه وجيم ودال كل طالب حواليك هيبقى معاه كراسة بحرف مختلف فشان كده ما تحاولش تشغل بالك باللي حواليك لأن الكراسة مختلفة عن كراسك ليس في نوعية الأسئلة ولكن في ترتيب الأسئلة والترتيب ترتيب عشوائي فمش هتقدر توجد بسهولة جدا السؤال ده هيبقى موجود عندك في أي صفحة أو في أي رقم شان كده هتضيع وقت كبير جدا اللي حابلت تتابع زميلك وتعرف تتابع أسئلتك عندك وعنده كمان امتحانات في مستوى الطالب زي ما نقول كل مرة وهنفضل نقول لازم يكون في مستوى الطالب المتوسط لكن ده ما يعفيش أو ما يمنعش أن تتضمن لامتحانات مجموعة من الأسئلة أو بعض الأسئلة التي تميز الطلبة الفائقين والمتميزين وده عشان ما نظلمهمش وما نضيعش حقهم لازم يكون لهم برضي السؤال الذي يتناسب مع قدراتهم العقلية لازم يكون لهم برضي السؤال أسئلته المناسبة بالنسبة له ويحاول يحل الأسئلة كتير جدا شان كده فيه تعليمات كتير جدا نحاولها لكم كل حلقة كده نحاول ما نقول مجموعة من التعليمات شان كده بطالب الطلبة والسنوية العامة أنهم يتواجدوا حوالين التلفزيون في جميع المواد في الفترة القادمة لأنه هو عنصر المدرسة بالنسبة له بقى مفقود أو اتصاله بالمدرسة بقى مفقود ما عندوش فرصة أنه ياخد تعليماته إلا من خلال الممثل الشرعي لوزارة التربية والتعليم وهي قناة مصر التعليمية القناة الوحيدة هي ومدرسينها هما اللي بيتبعوا مباشرة لوزارة التربية والتعليم والتعليمات اللي بيقولوها بتكون ذكرت داخل وزارة فبيحاول ينقلها للطلبة عشان كده لازم تكون مرتبط ارتباط وصيق مع قناة نصر التعليمية في الفترة تعالي نشوف الجزء المتباقي من الدي ان ايه ومتعلق بما يعرف باسم الهندسة الوراثية أو ما يعرف باسم تكنولوجيا الدي ان ايه يعني كلمة تكنولوجيا معناها أنه أنا بعمل عم نتفك وتركيب أو إعادة تعديل طب ما تيجي نشوف التقدم في هذا العلم اللي هو تكنولوجيا الدي ان ايه وعلم الجينات توصلوا لايه قدروا العلماء يعزلوا الجينات دي ويكونوا ملايين النسخ منها وذلك باستخدام البكتيريا وفطر الخميرة والسؤال لو قلتلك بقى كده ليه التكنولوجيا الجزئية أو التكنولوجيا الجزئية بتقوم أو بتعتمد على وجود البكتيريا والفطر الخميرة طبعا تعرفين البكتيريا وفطر الخميرة هي الكائنات الوحيدة التي تحمل بلازميدات والبلازميدات هي الدي ان ايه الذي يستخدم في استنساق قطع دي ان ايه في عملية التكنولوجيا كمان اقدر احلل اي جين ممكن احلل اي جين واعرف تتبع القواعد النيتروجينية على الجين ايه اهمية ان انا احلل الجين انا قدر اعمل من خلاله جين صناعي اقدر اعمل ام و ار انه صناعي فده كل امور بعرفة من خلال تحليل الجين كمان اعمل مقارنة اقدر اعمل مقارنة بين جينات نفس الفرد او جينات افراد مختلفة يبقى المقارنة هنا مهمة جدا 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 اقدر اعمل بيها تراصل تطور اقدر اشوف هل ينفعنا الجين لصفة معينة فيه حيوان محل الجين لنفس الصفة عند الانسان فلو كانت تشابهت ممكن نتم نقلها لو اختلفت يصعب نقلها الناس تؤدي الى تغير الصفة كمان اقدر اعرف تتابع الاحماض الامينية في اي بروتين من خلال معرفة تتابع النيكوليتات على الجين كمان اقدر اشوف نتيجة استبدال حمض اميني مكان حمض اميني وشوف تأثير ذلك ده على تسلسل الاحماض الامنية في سلسلة حديد بالطيد والخصائص التي تترتب على تغيير هذا البروتين كمان اقدرنا نعمل العلماء اقدروا يعملوا جين صناعي او جين نين صناعي وكان عالم اسم قرانة اول من تمكن من عمل جين اي صناعي يمثل احد الجينات المعروف عشان كده فيه تقنيات كتير جدا والتقنيات دي نقدر نقسمها الى جزئين والجزء الاولاني يعرف باسم دي ن اي المهجن وهو عبارة عن مراحل بهجن بيها الدي ن اي اولا قاعدة عامة انت لما ترفع درجة حرارة الدي ن اي المية درجة مقوية وتتكسر الروابط اللي هيدرجين الموجودة بين القواعد النتيجة ايه النتيجة هتنفاصل الشرايط عن بعضها طب لو عملت عملية تبريد لو رجعت برات تاني خفطت درجة الحرارة هيرجع يتكون لو لو مزدوج من جديد يبقى نقطة العامة اللي ذكرت العامة الماضي في شكل سؤال وقال له ايه الاساس العلمي التكوين دي انيه مهجن اساس العلمي التكوين دي انيه مهجن كانت اجابة الجزئة اللي موجودة قدامك دي ان اي شريطين مفردين من دي انيه او ر انيه يمكنها ان تتزاوج اذا وجد بينها تتابعات ولو قصيرة من القواعد المتكملة شايفين تكلمتين دورات هي الاجابة اللي كانت على السؤال اللي جيه العام الماضي دور اول 2017 لما سألوا سؤال ما كانش ليه مقابل كده شكل السؤال نفسه وكان غريب قال له ما الاساس العلمي لتهجين دي انيه يبقى الاساس العلمي لتهجين دي انيه هي الجملة اللي موجودة تحتها ان اي شريطين مفردة سواء من دي انيه او من ر انيه يمكنها ان تتزاوج اذا وجد بينها تتابعات ولو قصيرة من القواعد المتكملة يعني لو التقى ر انيه ر انيه مع ر انيه اخر سترتبط القواعد ببعضه سيرتبط اليوراسيل مع الاجينين برابطتين هيدروجينيتين وسيرتبط الاجينين مع الاجينين مع اليوراسيل والجوانين مع السيتوزين وده حصل بالفعل مش كلام بالقل ما شفت تي ار انيه وجدت ان تي ار انيه في بعض اجزاء منه مزدوجة بس ايه الفرق بقى ان الار انيه الناقل ما هو الشريطين بهو الشريط واحد ولكن في بعض اجزاء التفت بشكل ما فلما حدث الاتفاف لبعض الاجزاء وتقاربت النيوكولوتي دات من بعضها فارتبطت القواعد النيتروجينية المتكملة لازم اقول المتكملة يعني لازم الا يكون قدامها تي في الدي ايه او قدامها يو في الار انيه يبقى الار انيه ممكن عمله مزدوج ممكن سواء من الشريط واحد ممكن عمله مزدوج انه نلف احد طرفي شريط الار انيه واجعله موازيا لباقي شريط الار انيه مما يسمح بتقارب النيوكولوتي دات من بعضها فلو تكاملت القواعد النيتروجينية وارتبطت معا لا اصبحها شريط مزدوج شريط مزدوج غير شريطين في حالة الدول طيب الجين المهجن بقى ده تكريت عمله ازاي كيف يمكن حصول على DNA مهجن طبعا الجين المهجن بتوقف على درجة التكامل على بين الشرطين بمعنى ان انا هجيب DNA من مصدرين مختلفين وبعدين ارفع درجة حرارتهم الى 100 النتيجة ليه 100 درجة موية عشان اكسر جميع الروابط الهايدروجينية كل اشرتة الDNA في صورة مفردة التبريد يعمل ايه التبريد يعمل تكامل من جديد طب لو كانوا من مصدرين مختلفين نرجع للجملة اللي فات لو تكاملت والدعوات القصيرة على شريطين دي الDNA المختلفين عشان ده مهجن وبالتالي نحصل على DNA المهجن اقدر ايز بقى درجة التكامل ازاي مصو بقى تتوقف شدة التكامل او الانتساق بين شريطين دي الDNA المهجن على ايه بتتوقف على درجة التكامل تبا نعرف درجة التكامل ازاي اقدر اعرفها من درجة الحرارة اللازمة لفصل الشريطات الDNA عن بعضهم فقدرت المية درجة عشان افصل شريطين عن بعضهما لو كانت درجة التكامل بينهما 100% لكن شدة الانتساق بين شريطين اللي بتقدر تتوقف عليها درجة التكامل بين القواعد يمكن قياسها بين الشريطين بمقدار الحرارة اللازمة لفصل الشريطين عن بعضهما مرة اخرى يبقى انا لو حصلت على DNNA مهجن وبعدين رفعت درجة الحرارة قد تحتاج الى 40 درجة او 50 درجة او 70 درجة او 90 درجة معنى ذلك ايه معنى ذلك ان جزيء الDNA المهجن اللي احتاج درجة حرارة 100 درجة موية ده معناه او 90 درجة موية اسف معناه ان درجة التكامل بينهم كبيرة جدا على عكس طبعا جزيء الDNA المهجن اللي درجة التكامل بتاعته كانت بتمثل حوالي بـ 40 درجة موية يعني احتاجت 40 درجة فقط لفصلهم ده معناه ان درجة التكامل بتاعته كانت ضعيفة اذا انا استخدمت درجة الحرارة كنوع من التعبير عن درجة التكامل والالتصاص بين شريطات دي إنييه المعاجد القاعدة بتقول كل ما كانت درجة الحرارة اللازمة لفصل شريطات دي إنييه عن بعضهما كبيرة كلما دل ذلك على شدة الالتصاص خلاص وهذا معناه انه فيه تكامل بين القواعد النيتروجنية وبعضها الخطوات كلكم عارفينها انه لو مزكت احماض نوية بين مصدرين مختلفين اي نوعين مختلفين من الكائنات الحية انسان مثلا شمبانزي اقرنب وفار اي كائنين مثلا ورفعنا درجة الحرارة لمية درجة موية هيقدي ذلك لانفصال جزئات دي إنييه الى اشطة مفردة وبعدين يعمل تبريد المخلوط فيحدث ازدواج للقواعد النيتروجنية المتكاملة طبعا الازدواج مش هيبقى كاملا فنحصل على دي إنييه مهاجد اقرد رحط بقى تعريف للجيني المهاجد يعني ايه جيني المهاجد هو الجيني الذي يتكون من شريطين احدهما من كائن والشريط الذي يتكامل معه من كائن اخر ده تعريف الجيني المهاجد قبل ما نكمل نسمع سارة من الغربية سارة ازايك علي صوتك اوات سارة عشان اسمعك علي ازاي عدفة كاملا تمام ممكن اسئله سارة ايه سوالة ولاني بتاعك اه حدثت طفرة حدثت طفرة استبدال باستبدال النيكلوتيدا النيكلوتيدا جوانين جوانين في احد فين في احد اشريطة في احد اشريطة جي ان ايه جي ان ايه اه فلم يتغير نوع الاحماد الاميني فلم يتغير يتغير نوع الاحماد الاميني نوع الاحماد الاميني الاميني مع انه ده في الجين النيل تمام سؤالك الثاني التي تدخل في بناء البروتين اللازم ايه التي تدخل في بناء البروتين الذي تدخل في بناء البروتين البروتين المقابل من هذا السريل الايه المقابل من هذا السريل المقابل لهذا الجين خم تفسيرك عايز ايه بقى التفسير التبديل التفسير التفسير اه تمام عندك حاجة تانية يا سارة لا ستانية سارة ممكن تسمعيني بقى من التلفزيون طيب سارة سؤالها بسيط وجميل بيقول حدث الطفرة في جين واستبدل النكلوتيدة الجوانين في أحد أشياء تديه ان ايه فالحماض الامينية اللي بتدخل في جناية البروتين المقابل معنا ان حدث الطفرة من وجهة نظر سارة ان التلف تم ولم يتم الاصلاح يعني ايه يعني الجوانين دي ماهيش هي اللي كانت موجودة قبل كده او كانت هي واستبدلت بنكلوتيدة اخرى غير ايه غير الجوانين ولم يتغير الحمض الاميني ليه سارة لان الحمض الاميني يقول له اكثر من شفرة نفس الحمض الاميني يقول له اكثر من شفرة سيأتي هذا الحمض الاميني اللي ما تغيرش بشفرة مختلفة عن الشفرة التي وجدت على الامة R&A والتي تم نسخها من أحد شريطات D&A التي تم فيها الطفرة يبقى ممكن تحدث تغير ويحصل استبدال قعدة محل قعدة وبالتالي يحصل تغير في تتابع النيكلوتيدات النتيجة لما انسخ الامة R&A نسخت تتابع المخالف أو اللي هو المختلف اللي هو فيه طفرة يعني لكن لما جيت ابني سلسلة عديد بالطايد وجدت أن نفس الحمض الأميني جاء وفي نفس مكانه لماذا؟ لأن الحمض الأميني له أكثر من شفرة فمن حظنا الحلو أن رغم استبدال النيكلوتيدة بأخرى وحدوص الطفرة إلا أنه لم ينتج عنه تغير بروتين وهنا لا تسمى طفرة ليه بقى لا تسمى طفرة؟ لأن من شروط أن يعقب تغير القعدة النيتروجينية تغير كمان البروتين ولأنه الحمد لله لم يتغير البروتين فلم تكتشف هذا التغير على الـ DNA بشكر سارة على أسئلتها الجميل نرجع بقى تعريف دي ني مهجن دي ني بيكون من شريطين وشريط بيكون من كائن والشريط الذي يتكامل معه من كائن آخر طب ممكن نستخدم ايه؟ دي ني المهجن ده فيه؟ عندنا استخدامين اتنين الكشف عن وجود جين داخل محتوى الجيني وتحديد كميته كلكم عارفين طبعا أن ده بيتم أننا لو عايز أثبت أن جين وليكن مسؤولة عن ظهور أورام السرطان عند شخص ما مستقبلا يعني لسه في المستقبل بس الجين ده موجود هل يمكن من خلال معرفة هذا الجين أن أنا أقدر أحدده هو موجود ولا لا أحدد كميته؟ هجاوب على السؤال ده بعد بسمع سؤال يوسف من أسيوت يوسف إزايك؟ إزاي كنت حقا عملية؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبي أنت عامل إنت الحمد لله تمام طميني على أسئلة الأحياء اللي عندكم كويس الحمد لله طب يقول السؤال وعلي صوتك ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ رقب فصل خلالي أو وعق لا السؤال الصوت مش واضح فصل خلايا نقول بقى سؤال تاني معلش يا يوسف؟ فصل خلايا فاقد خلايا فصل خلايا معلش من أوراق فصل خلايا من أوراق نبات الطباق أوراق إيه؟ نبات الطباق نبات الطباق وزراعتها في تربة رقمة وزراعتها في تربة رقمة ماذا يحدث إذا فصلت خلايا من أوراق نبات الطباق وزراعتها في تربة رقمة؟ لن تتكون بادرات جديدة لن تتكون بادرات جديدة الإجابة لماذا؟ عرف لي يا يوسف؟ علشان يجب وضع هذه الخلايا أولا في لبن جوز الهند وعدم وجود لبن جوز الهند في التجربة وانتعرفين أن دي مواد منشطة تحتوى على أجزينات لو وجودة لها في التربة طبعاً وعناصر مغذية تستخدمها هذه الخلايا وتؤدي ذلك إلى تكوين تنقل بعد ذلك إلى التربة يبقى مهم جداً في سؤال أن أنا أحول أشوف يعني لما حطها في تربة هل خلايا ورق النبات تستطيع الانقسام في تربة رطبة؟ الإجابة لا ولن يتكون عن ذلك بادرات لعدم وجود لبن جوز الهند أو أي مادة منشطة ومغذية تحتوى على الأجزينات كان سائل برضو على أجنة مبكرة هي الأجنة التي تكون في مراحل تكوينها الأولى وعادةً بتكون في مرحلة التوتية أو المراحل التي لا يتميز فيها خلايا الإنسان أو الكائن حي معي مارينا مارينا إزاي؟ أزيكي مستر غبارك عمليك؟ أنا تمام الحمد لله بالذكر كويس ولا؟ تمام الحمد لله يعمل طب قولي لي إيه الأسئلة اللي عندك؟ معاليسي مستر عندي أسئلة إختر إختر إذا كان عدد الصبغيات؟ إذا كان عدد؟ الصبغيات الصبغيات كين وقت؟ في نواة الإسبروزويت؟ الإندوسبيرم؟ لا الإسبروزويت الإيه؟ الإسبروزويت الإسبروزويت؟ آه تمام آه هو سين؟ معلاش سواني سواني بقى إسبروزويت إختر إذا كان عدد الصبغيات في نواة الإسبروزويت وهي أحدى مراحل أو أطوار دورة حياة بلازموه جميل ملاري آه آه هو سين؟ كم؟ هو السين؟ لا مش فهم إختر إذا كان عدد الصبغيات في نواة الإسبروزويت هو السين مش قادر أحددت يعني عدد الصبغيات؟ هاي ساوي سين يعني اتنين؟ هاي ساوي سين يساوي سين؟ يساوي سين؟ آه معلاش معلاش يا مارينا يمكن السماعات عندي مشكلة لا لا عادي مستر براحل يبقى يبقى إذا كان عدد الصبغيات في نواة الإسبروزويت يساوي سين؟ آه فإن عدد الصبغيات؟ الصبغيات في نواة؟ في نواة الميروزويت 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 اللي هو الأول همين يعني الميروزويت الميروزويت آه بتقول لغة العربية ازعلوا مننا آه طيب يساوي نقط هيساوي نص سين؟ ونختار آه البدائل نص سين ولا سين؟ ولا سين؟ ولا تنين سين؟ ولا تنين سين؟ ولا تلاتة سين؟ تلاتة سين؟ على السريع كده بالضبط الميروزويت أحد المجموعة الصبغية والميروزويت أحد المجموعة الصبغية لذا عدد الصبغيات في كل الخليتين متساوي فإذا كانوا يرمز بالصبغيات فإنه أيضاً الميرزويتسي لأنه ينتك بالنخسام الميت وزي شكراً للمرينا في حاجة تاني؟ طيب سؤال تاني وبسرعة في أي حالات التالية؟ في أي الحالات التالية؟ يختزل عدد الصبغيات؟ عدد الصبغيات إلى النصف إلى النصف الاختيارات؟ قولي عند انقسام بويضة ملكة نحن انقسام بويضة ملكة نحن ملكة النحن العصر لتكوين الزكور لتكوين إيه؟ الزكور لتكوين الزكور وبعد كده الاختيار التاني؟ ها عند انقسام بويضة حشرة المن انقسام بويضة حشرة المن ها و بعد كده بعد تكوين لقاحة؟ بعد بعد تكوين اللقاحة؟ لنبات الفجير لنبات الفجير التالي بعد تكوين اللقاحة بعد تكوين اللقاحة الأسبيروجيرا للأسبيروجيرا للأسبيروجيرا شكرك ممكن بقى تسمعيني الإجابة من التلفزيون بشكر مارينة في أي الحالات التالية اختزل على الصغرات للنس يعني أي حالة يحدث سيارة قسام ميوزي مع القسام الذي يتم فيه اختزال الصبغيات إلى النصف وانقسام ميوزي البويضة في ملكة النحن عشان تدي الزكر لابد أن تعجي على انقسام ميوزي وبالتالي ما تنفعش الإجابة لأنه يفيش اختزال أما انقسام بويضة حشرة المن هي اتنين نون وعشان تدي أفراد اتنين نون لازم تعجي على انقسام ميوزي وبالتالي ما تنفعش لأن القسام ميوزي يحافظ على نفس عدد الصبغيات ولن يتم اختزالها بعد تكوين لوكاحة نبات الفوجير تعرفين ان نبات الفوجير لما كون لوكاحة كونها اتنين نون وبعدين نعمل نبات جرسومي يكون بالانقسام ايضا الميتوزي تبقى اللي جابة برضو غالط يبقى الثلاث حالات الاولانين كلهم بالانقسام ميتوزي وبالتالي لن يختزل فيهم عدد الصبغيات اما الاسبيرجايرة بعد ما كون زايجوت اتنين نون وتحول الى زايجوسبور ماذا حدث له حدث له انقسام ميوزي عشان يديني ايه يديني اربع انوية داخل الكيس دوت او داخل الشريط اللي موجود دوت ويتحلله تلاتة وتبقى واحد يبقى انا عندي هنا الزايجوت او الزايجوسبور هو الوحيد الذي يختزل فيه عدد الصبغيات الى النصف يبقى اي الحالات التالية اللي بيختزل فيها عدد الصبغيات هو زايجوت الاسبيرجايرة ولو يبتعى في سورة تعلل عشان يعود العدد الاصلي بخلايا الاسبيرجايرة الاسبيرجايرة احادية المجموعة الصبغي طيب نرجع بقى لوظائف او اهميات اللي بيتم لديه انيه المهجن قلنا اعرف مكان جين وحدد كميته وده حصل بالفعل كان عندنا تتابع اسمه اي جي اي اي جي كان موجود فيه منتصف او فيه صبغيات حشرة الدروسيفلة لازبابة الفكهة والعلماء فعلا قدروا يحددوا مكانه ده والحاجة وانه موجود ويدروا يحددوا كميته ازاي جابوا جين ني صناعي من عناصر مشاعة يمثل التتابعات المكملة لهذا الجين مراد البحث عنه او هذا التتابع اللي ببحث عنه وخلطت الجين ني الصناعية ده مع المحتوى الجيني لحشرة الدروسيفلة ثم رفعت درجة الحرارة الى 100 درجة لتصبح كل عشرة الجين ني لدى الحشرة مفردة ثم بالتبريد لو حصلت على جين مهجن احد شريطيه الطبيعي والشريطي الذي تكامل معه تكاملا تاما الصناعي المشاع تتابع البحث عنه ومن خلال السرعة اللي بتتكون بها اللوالب الهاجينة بتاقل هذا الاناء السرعة بتحدد لي الكمية اللي بتنتج هذه الجين الهاجينة يبقى من خلال السرعة اللي بتكون بها اللوالب الهاجينة يمكن تحديد عدد تتابعات او تكرار هذا التتابع والذي قدره بحوالي 100 ألف مر الاستخدام تكشف عن وجود جين داخل محتوى الجيني لكن لو عايز احدد درجة القرابة طبعا ده كل ده احنا استعرضناه مع بعض تحديد درجة القرابة بين الكائنات الحية يعني ايه؟ يعني انا محتاج اعرف العلاقة التطورية ودرجة التشابه والاختلاف بين الانواع المختلفة من الكائنات الحية اعمل ايه؟ حاجيب الكائنات اللي انا عايز اعرف درجة القرابة ما بينهم واعمل جيني مهجن بين نوعين من هذه الكائنات وليكن بين الانسان واحدة الكائنات الاخرى احد الكائنات الاخرى ونيعمل جيني مهجن وانتو عارفين طريقة الحصول عليه وبعدين بعد ما احصل على جيني مهجن ده ارفع درجة حرارته اشب درجة الحرارة اللازمة لفصل الشريطين عن بعضهما كدليل على درجة الترابط والتكامل بين شريطين ديني وبعضهما من خلال بقى درجة الحرارة اللازمة لفصل شريطين دي ان ايه عن بعضهما كلما كانت درجة التكامل يعني كلما كانت درجة الحرارة عالية كلما كانت درجة التكامل بين شريطين ديني كبيرة كلما كانت درجة القرابة بين درجة القرابة ما بين الكائنات وبعضها تكون كبيرة يبقى أنا قدر تحدد درجة القرابة بين الأنواع المختلفة من كائنات الحية منين من درجة التكامل بين شريطي جزيئة جي ني لهذه الكائنات وقدر تحدد درجة التكامل من درجة الحرارة اللازمة لفصل أشريطة أو جزيئات جي ني الهجي معايا شهد إسكندرية شهد إزايك؟ إزاي حضرتك ربنا يخليك يا شهد أخبارك أه الحمد لله قولي لي إيه نوع الأسئلة اللي انت هتسأليها لي أخذ تعيش أسأل حضرتك في سؤال التشاري هو دورة الطمس بتبتدي مع بداية مرحلة الطمس ولا مع نهايةها؟ طيب السؤالة أولاني من أين تبدأ دورة الطمس؟ تبدأ دورة الطمس حسابياً حسابياً من اليوم الأول لخروج دم الحض لأن دم الطمس أو الحض بيبقى معلوم ونهايته غير معلوم ده من ناحية حسابية لكن من ناحية العمليات الحيوية التي تتم داخل المبيض تتم هذه وفق المراحل التالية المرحلة الأولى هي مرحلة نطج البويضة وتبدأ من اليوم الخامس من بدء الطمس وتنتهي عند اليوم الرابع عشر من بدء الطم ثم مرحلة الطبويض وتبدأ من اليوم الأربعتاشر وتستمر حتى اليوم الثمانية وعشرين ودي سموها مرحلة الطبويض دلالة على الحدث الأعظم الذي يبدأ به عملية الطبويض لأن المرحلة تبدأ بحدث هو خروج البويضة في اليوم الأربعتاشر أما من اليوم الثمانية وعشرين بعد ذلك ولمدة من ثلاث إلى خمس أيام دي اسمع فترة الطمس لهذه الدورة يبقى الترتيب يبدأ منين لفين بيبتدي تبدأ بمرحلة نطج البويضة وتتم فيها نمو حويسلة جراف ومرحلة الطبويض ويتم فيها تكوين الجسم الأصفر ومرحلة الطمس ويتم فيها تهدم البطانة وخروج دم الحيد ده الترتيب الفعل المفروض من في الامتحان هنحسنها من بداية مرحلة الطمس ولا معنهاية؟ لا لما تجي تتكلمي أنا قلتليك كده لما تجي تتكلمي حسابيا دايماً هتذكري من بيبت الطمس يعني تقولي كده مثلاً خروج البويضة خرجت في أي مرحلة وفي اليوم الكام أقول بتخرج في مرحلة الطبويض أو في بداية مرحلة الطبويض وبقول بتخرج في اليوم الكام؟ في اليوم الرابع عشر منين؟ من بدء الطمس في ناس يقولي طب ممكن نقول في اليوم العاشر من نهاية الطمس؟ لا ليه؟ لأن بداية الطمس أما نهاية الطمس غير معلومة فزيه يحصل؟ تمام واختلاف فترة الطمس ما بين الإنس وبعضها ما بين 3 إلى 5 أيام فيبقى هنا اليوم بتاع الطبويض غير ثابت لكن بداية الطمس محدد بيوم معين خروج الدم يبتدي يحسب 14 يوم يبقى في اليوم الرابع عشر هو اليوم الذي تخرج أو تتحرر فيه قلبه أيضاً ما شاشه؟ طب هو أيام الإخصاب من كم الأيام لإيه؟ الإخصاب البوعيدة آه الأيام هل يخبرونه مستطاشر ولا لا؟ التي يتم فيها الإخصاب اللي يتم فيها الإخصاب اللي يتم فيها الإخصاب شرط أساسي في الأيام اللي يتم فيها الإخصاب شرط أساسي فيها إيه؟ إن تكون البوعيدة موجودة والحيوان المنو موجود طيب البويضة بتبقى موجودة في اليوم الاربعتاشر يبقى الاخصاب بيتم يوم الاربعتاشر وتعيش لغاية اليوم الاخمستاشر انت استطيع ان تعيش من يومين يبقى يوم الاربعتاشر ويوم الاخمستاشر دي الايام اللي بيتم فيها اخصاب البويضة وازيك الدكتور ما بيجيتش صعوبة في ان يحدد معاد الولادة ليه؟ لانه يعلم تماما بدء معاد الطمس يوم كذا بيحدد يوم كذا يبقى في اليوم الاربعتاشر او الخمستاشر بحد اقصى تم التبويض وتم الاخصاب تمام وبعدين يبتدي يحسب يا شهد التسع شهور في حدد للست دي يقول لها معهد الولادة يوم كذا تبقى سهلة بالنسبة له لان يقدر يحدد معهد الاخصاب لكن فرص الاخصاب شهد فرص الاخصاب بقى فرص الاخصاب فرص الاخصاب لا فرص الاخصاب تعتمد على طول عمر الحيونات المنوية وطول عمر البويضة فاذا وصلت الحيونات المنوية الى قناة فلوب بدءا من اليوم الاثناشر تستطيع ان تخصى يبقى لو وصلت الحيونات المنوية في اليوم الاثناشر مع ان ما فيش بويضة سيحدث حمل لان كثير من الحيونات المنوية حية داخل قناة فلوب حتى اليوم الاربعتاشر فتصل بويضة فيتم الاخصاب يبقى لو انتوا بتتكلم على وصول الحيونات المنوية اللازمة لعملية الاخصاب لا بدءا من اليوم الاثناشر تكون هناك فرص لحدوث عملية الاخصاب ولكن المعاد امتى بالذب في اليوم الاربعتاشر او بحد اقصى اليوم الخامس عشر شكرك يا شاد على سؤالي طب ممكن بسا لو بعتاشر بالليل ممكن تفضل عايشة بستاشر بالليل مثلا؟ تاني سؤالك تاني يا شاد يعني ممكن لو البويضة موجودة يوم بعتاشر بس بالليل مش هتفرق بالليل ولا بالنهار احنا ما عندناش ميقات بالساعة حتى انتقلك البويضة امتى لكن في مؤشرات تستدل عليها مش موجودة عندكم في الكتاب لكن ممكن انسى الانسان تستدل على موعد التبويض من انخفاض درجة حرارة الجزء بتبقى 37 وشرطة او شرطتين الى 36 وده مش مطالبها حلاص ما احنا قلنا يوم او يومين من موعد التبويض موعد التبويض من الاربعتاشر هيبداخل معنا مش هت احنا مش بنرسل بنحسبها بالطريقة بتاعتك من 14 للخمستاشر وبعدين من 15 للستاشر عندنا عبارة بنقولها في الكتاب ملتزمين بنقول موعد التبويض في اليوم الرابع عشر وتكون صالحة للاخصاب لمدة يوم او يومين يومين من يوم يومين لكن ما بحددش الساعة كام اشهد شكرك اشهد على اتصال طب ممكن تواسلوا ايه بقى؟ اه عشان زمالك بس اللي هم محتاجين برضو يسألوا حاضب هو عشان عام معيشة شكرك اشهد احنا انت متواجدة معنا طبعا كل اسبوع والحمد لله التواصل بيننا جميل جدا يعني نرجع بقى لدراسة الدين المهجن ومدى اهميته يبنى المطلوب مني في دين المهجن ثلاث نقاط النقطة لو ايه يعني ايه دين المهجن والنقطة التانية كيف يمكن الحصول على دين المهجن والنقطة التالتة ما اهميت دين ايه المهجن خلاص؟ موضوع التاني متعلق بما يعرف باسم انزيمات القاصر يعني ايه انزيمات القاصر؟ انزيمات القاصر هي انزيمات لا توجد الا في البكتيريا عشان كده ايه ما الصقت بالانوان كده انزيمات القاصر ايه البكتيرية عشان ما تجوش الا في البكتيريا بس طيب الانزيمات دي موجودة في بعض السلالات ولا توجد في سلالات اخرى يعني بعض السلالات من الشرشة كولاي لان الشرشة كولاي سلالات كتيرة منها بعض السلالات بتقدر ما تقومش ما عندهش قدرة على مقاومة الفيروسات اللي بتطفل عليها لكن في سلالات اخرى تقدر تقوم وعندها انزيمات تقدر تقطع بيها ال جين ايه الى قطع عديمة الفائدة وتم فصل حتى الان حوالي 250 نوع من انزيمات القصر طيب ايه فكرة عمل انزيمات القصر وامتى بتنتج وليه بتنتج بكتيريا لا تنتج انزيمات القصر الا عنده يصابتها بالايه بالفيروسات فتنتج انزيمات قصر عشان تقضي عليها دي نمرة نمرة اتنين انا قدر اقول انها تمثل بالنسبة لها جهاز المناعة تبقى البكتيريا تملك جهاز مناعة يتلخص في انزيمات قصر لما اعرف دورها بقى ايه دور انزيم القصر لما بيدخل جي اني ايه للفيروس تبتدي تتعرف على مواقع تعرف معينة على الجي اني الفيروسي وتقطع عندها بوسط هذه الانزيمات فتصبح جي اني ايه للفيروس يصبح جي انيه قطع عجيمة الفائدة وبذلك البكتيريا في القضاء على الفيروسات اكيد في انواع اخرى من البكتيريا ما عنداش قدرة على مقاومة هذا الفيروس وذلك لانها ليست لها قدرة على انتاج انزيمات قصر او قد تكون انزيمات القصر عندها لا تقابل مواقع التعرف على جي انيه الفيروسي في احتمالات كتيرة لما بتقدرش تقاوم الفيروس هلا انها ما بتقدرش تنتج انزيمات قصر ولا ما بتقدرش تنتج انزيم قصر محدد معين انزيم القصر ده لازم لا تفرزه يكون مطابق لمواقع التعرف على جي انيه الفيروسي وبعدين تبتدي تقطع جي انيه الفيروسي الى قطع عجيمة الفائدة وبالتالي يقطع على الفيروس لاحظوا العلماء اني نتيجة هذا القطع بيكون عندي ما يعرف باسم انزيمات القصر او بيسمى مواقع التعرف فيسيب اطراف لا ثقة وبعدين يقدر يجيب اطراف لا ثقة بتاعة جي انيه حتى ولو كان مختلف واقدر الثقه ببعض بشار ان يكون كان عنده نفس موقع التعرف وتعامل بنفس الانزيم وبالتالي ده منطق ان تكون هناك فرصة ان يكون عندي اطراف لا ثقة واقدر اربطها مرة اخرى لابا انا عندي نوعين من الانزيمات انزيمات قصر وانزيمات راب طب تعاني شوف بشكل معين لو انا عندي انزيم بهذا الشكل او زي دي اني ايه وااخد هذا الشكل تمام وبعدين رتبت عليه مجموعة من القواعد اللي مش عشوائية لانها موقع تعرف بتبقى موجودة بالصدفة A ولكنها لها معنى بالنسبان لو قلت جي ا ا ت ت سي والتتابع بدء من خمسة شرطة وبنتي عن ثلاثة شرطة فيه تتابعات تانية كده فيه تتابعات تانية كده طيب من خمسة شرطة لثلاثة شرطة حط لي كده نفس النكلوتيدات المكملة لهذه التتابعات اولا الملاحظة الاولى عدد النكلوتيدات كام ستة طيب هو اقل عدد من النكلوتيدات كام اربعة يبقى اقل عدد اربعة اربع نكلوتيدات في موقع التعرف ده ومن اربعة الى سبع نكلوتيدات ده حد اقصى النقطة التانية خدت بالك اتجاه تتابع النكلوتيدات على الشرطين هو نفس الاتجاه اقرأ كده من خمسة لثلاثة جي اي اي تي تي سي اقرأ تاني من خمسة لثلاثة جي اي اي تي تي سي طيب انزيم القصر هنا بيتعرف يجي تعرف فين يروح جاي متعرف على المنطقة دي يبقى السعم الصغير اللي انا عملته ده يوضح موقع عمل انزيم القصر ويتعرف في المكان ده يبقى كل انزيم قصر بيقطع عند موقع محدد على موقع التعارف ده او بالقرب منه النتيجة قصر الرابطة التساهمية والروابط الهيدروجينية والرابطة التساهمية بهذا الشكل يبقى انا كده كسرت الايه كسرت الشريط ده نتيجة الكسر عشان برضو نقولها قبل ما سمع سؤال المريم ادي نتيجة الكسر كده ادي قطعة وبعدين ادي قطعة تانية يبقى دي نتيجة الكسر فيبقى هنا اي اي تي تي سي وقصدها جي ويبقى هنا برضو ادي الجي و ادي سي تي تي اي اي بحيث ان دول اسمهم اطراف مائلة اطراف مفردة اطراف لاسقة اه مريم ازايك معلش اتخرت عليك مريم ازاي كمال ازاي كمال اه السلام عليكم عليكم السلام وراحمة الله وبركاته اه كمعايا ف Western من يجب الناحة البيولوجية من نحة البيولوجية کیس الس foremostاني وما تقول إليه بعد عملية الإخصاب التغيرات ما التغيرات التي تقول إليها بعد عملية الإخصاب التي تحدث بعد عملية الإخصاب في الثلاث حاجات دول مش كده حضرتك أنا عارفة أن البيضة هتبقى جانين هو مش الجانين هو هو البذرة لا الجانين مش هو البذرة وإيه الاختلاف هقول لك حاضر خلاص صارك الثالث عشان تسمعيني براحتك بعد كده ماشي إذا كان عدد الخلايا البائية بي إذا كان عدد الخلايا التائية البائية البائية بي في قطرة دم شخص في قطرة دم شخص حوالي ربعمائة خلية حوالي ربعمائة خلية فإن عدد الخلايا التائية فإن عدد الخلايا التائية في نفس قطرة الدم في نفس قطرة الدم حوالي حوالي أعطين اختيارات أيها آآ ألف 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 وخمسمية ألف وخمسمية تلات تلاف تلات تلاف أربعة تلاف أربعة تلاف بشكرك شكرك على اتصالك يا مريم واسمعيني بقى كده من التلفزيون عندك كرة أسئلة سئلة بتاعتهم في بعض الطلبة لما فيجي زاكر بلاية متشابهات في الكلمات تسبب له مشكلة فعايز يعرف الفرق ما بينهم البيضة هي الخلية التي توجد داخل الكيس الجنيني في البويضة وتمثل مشيك مؤنس فعند اتحادها سينتر عن ذلك الجنين البيضة هي خلية تقع أمام النقير موجودة داخل كيس الجنيني يا مريم تمام؟ أحدية المجموعة الصبغية طيب عبد الإغصاب بقى مسير البيضة مسير البيضة هي الجنين طيب بس أني بقى البويضة طيب والبويضة البويضة هي كانت في الأصل عبارة عن انتفاخ موجود في جدار المبيض وكانت تحتوى على خلية جرثومية أمية وانقسمت ميزياً وتكونت أربع خلايا تحللت ثلاثة وبقيت واحدة ويجتمل المبيض عن الناضج على ويجتمل المبيض الناضج على ويجتمل المبيض الناضج على بيضة خليتين مساعدتين ثلاث خلايا سيمتية نواة كيس الجنيني اللي هم النواتين القضياتين اللي يفروحوا في المنتصف يبقى أنا شرحت وصفت وقلت المكونات طيب نتيجة الإخصاب نتيجة إخصاب البويضة تكوين البذرة فالبيضة تكون جنين والبويضة تكون البذرة تارت حاجة المبيض المبيض هو جزء من أو يعتبر عضو من أعضاء الجنسية المؤنسة اللي هو عضو المؤنس في الزهرة وبيبارعا بيحتوى على بويضات بداخله بويضة أو أكثر وأن المبيض عندما يحدث التلقيح يكفي لتكوين ثمرة يبقى مش لازم يكون ثمرة مش محتاج إخصاب يبقى البيضة والبويضة عشان تكون جنين وبذرة لابد من إتمام عمليتاي التلقيح والإخصاب لكن المبيض يلزمه فقط عملية التلقيح لأنه مجرد سقوط حبوب اللقاح على ميسم الزهرة كافي لتنشيط المبيض لإفراز الأجزينات التي تعمل على تشحم المبيض بالغذاء وتحوله إلى سمع ده كان السؤال الأولاني والتاني مع بعض بالنسبة لها الثالث السؤال عددي وأنا ما بحبش الأسئلة اللي بتيجي فيها حسابات أو أرقام ليه؟ مش خادة أحبه ما حبش في مواصفات ورقة امتحانية وكل اللي بيحط امتحان ملتزم بالمواصفات الورقة الامتحانية ولازم يحقق فيها نواتج التعلق يعني بحطش بمزاجه لكن مدرسينا كلنا واحترمهم كلهم اللي بيشتغلوا في أماكن مختلفة لم يتطلع على مواصفات الورقة الامتحانية ولم يعرف بشكل قوي المواصفات دي فيها ايه وايه المطلوب من الطالب في الامتحان وبالتالي كمية الأسئلة المعروضة في المواقع وفي الأماكن المختلفة ومع المدرسين وبين الطلبة بعضها أسئلة لا تصلح لطلبة السنوية العامة لأسباب كتيرة جدا بعضها بيكون خطأ علمي خيالي وافتراضي وبعضها يكون غير موجود في المواصفات وبعضها بيعتمد على الأرقام الفلكية والأرقام الحسابية الصعبة زي بعض الناس اللي تقول حجم النيوكلوتيدة وحجم الدييني ايه والنانومتر والقصص دي كلها لكن لما يكون عدد خلايا الباقية اللي بتمثل كم في المية الخلايا الباقية خلايا الباقية بتمثل من عشرة إلى خمستاشر في المية يعني متوسطهم تقريبا 12 ونص في المية ودول يساول ربع مية يبقى الربع مية يمثلوا كام 12 ونص في المية طب التائية التائية نسبتها كام نسبتها 80 في المية نسبتها 80 في المية طب التمانين في المية دول عددهم يبقوا كام إذا قرنتهم بال12 ونص خلاص يبقى عندي ده معلوم وده معلوم وده معلوم وده سين ولأن احنا ببنخش رياضة نقول بقى طرفين فوسطين ونقدر نطلع قيمة سين اللي يتمثل عدد القلايا التائية لتمثل 80% طبعا أنا مش عايز تخشوا في هذه الموضوعات لكن الاسئلة دي بتنمي شوية الفكر الرياضي عندكم أو تنمية مهارات رياضية وحسابية مفيش مانع نحن نتضرب عليها لكن تقولي هل هذا السؤال موضع من مواضع اللي بتقيس نواتك تعلم عند الطالب أقول لا لأن مفيش تنمية مهارات حسابية عند حساب كمية أو عدد الاسف الخلايا لكن في مهارات تانية زي مثلا على سبيل المثال الكودونات والنيكلوشيدات والحاجات دي كلها لما أنا حقول لكم كده مع بعض وكواس إن مريم قتحت لها الفرصة إن أنا أقول لكم الكلام دوت آه في حاجات معينة يعني حطيت المربع ده كده وكتبت فيه عدد الأحماض الأمينية وبعدين عملت مربع جنبيه تاني كده وحطيت فيه عدد الكودونات بتاعت مين بقى كودونات الام ار اني والمربع التالت ده حطيت فيه عدد نيكلوشيدات الام ار اني مربع ده حطيت فيه عدد نيكلوشيدات الدي اني ايه وآخر مربع عدد اللفات ده آخر مربع تمام؟ يمكن مش واضح قوي لكن انتو سمعيني كويس قوي طيب لو عندي عدد أحماض أمينية تلتمية حمضة أمينة قدر أطلع الأربعة دول اه سهل جدا عدد الكودونات تلتمية وواحد ليه اضفت واحد اضفت واحد ليمثل الكودون الواقع طيب تلتمية واحد كودون امارين ايه يعملوا لي كم نيكلوشيدات كل كودون انت عارف لهم ثلاثة نيكلوشيدات دي معلومات مش صعبة يبقى العدد هنا تسعمية وكم وثلاثة لاني ضربت في كم في ثلاثة ليه ضربت في ثلاثة عشان كل كودون بيقوم من ثلاثة نيكلوشيدات عدد نيكلوتيدت الامر هي 903 تبقى عدد نيكلوتيدت دي ان Cerit مفر لكن دي ان ايشتن 20 فاذا كانوا 903 فيبقى عايز كام 10806 10806 يعملولي كام لفة يعملولي كام لفة ائسم على 20 لان 20 هي لفة فيها 20 نيكلوتيد على الشرتي يبقى 90 والتلاتة من عشر لفة تمام دي طريقة بمشي بيها كده وممكن امشي كده يعني اقول لك عدد اللفات 210 لفة احسب لي بقى النوكروتيدات تعديلين نيه والام وعليل نيه والكودونات وكم حمد أميني يطلع لجيه بتطلع 699 حمد أميني عايزكم تتأكدوا منها ان شاء الله بعد ما تنتهي الحلقة تعودوا نفسيكم على طريقة دي لكن مفيش في الاحياء حاجة اسمها مسائل ده اللي عايز اوصله لكلكم للطلبة والمدرسين قبل الطلبة مفيش حاجة اسمها مسائل مسائل دي قاصرة على الرياضيات والفيزياء احنا عندنا تطبيقات معلومة بتذكر في الكتاب بحاولنا انا اوجد لها طريقة اخرى في سؤالها عشان اطلع منها مستويات عليا عشان تعدي على اكثر مرحلة في الحل ولكنها لا تعتمد بشكل اساسي على ما ذكر من معلومات داخل الكتاب خلي بالنا اوي 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 من الموضوع دوت ان احنا بكل الاشكال احنا بالاقواصين جدا لكن يجي حد يحطنا سؤالين صعبين وفيهم حاجات خارج الكتاب ويبتدي يقيم نفسه عليهم فيبتدي ينزعج وتتوتر اعصابه ويفقد ثقته في نفسه وده اللي احنا مش عايزين احنا محتاجين الفترة الجاية من كل طلبة السنوية العامة تكون اعصابها هادية جدا ولذلك انا مش بوجه نداء للطلبة السنوية العامة قد موجه النداء لمدرسين اللي بيشتغلوا مع طلبة السنوية العامة ان يراعوا ربنا في طريقة التعامل مع الطالب خاصة في المرحلة دات انه يوجهه ينصحه يرافه شكل الامتحان ان يحل معنا امتحانات سابقة اصلا امتحانات السابقة هي خير الدليل على مستوى الامتحانات عرف مدر يعني انا محل مثلا 20 سنة اللي فاتوا او 15 سنة اللي فاتوا ده معناه ان انا عرفت طبيعة الاسئلة وطريقة الاسئلة انا كده بشكر القائمين على البرنامج بشكركم اعزائي الطلبة وعزائي المعلمين والى اللقاء مع حلقة قديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته